السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم الجميع ومرحبا بكم مرة أخرى في درس القواعي جديد معكم أسلام طاجر وإن شاء الله النهاردة معنا قاعدة تاج كويسشن بعنوان السؤال المذيل بعنوان السؤال المذيل اسمها سؤال مذيل لأنه هو سؤال قصير يأتي في نهاية الجملة السؤال قصير يأتي في نهاية الجملة هنعرف نهاردة التكوين الاستخدام والحالات الخاصة في السؤال المذيل ونعرف كمان معنى يطرأ أي سؤال مذيل بنكونه في الآخر بيبقى معنى إيه تابعونا دعمك المبشر للحالة لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس وأهم حاجة وإحنا بنكتب الأمثلة عندنا ياريت توقف الفيديو اكتب إجاباتك قبل ما تشوف الإجابات والشرح هيكون بعدها وتتأكدز انتك وتشاركت معنا وإجاباتك صح ولا لا وأتمنى لكلكم تجاوبوا إجابات صحيحة يعطيكم ألف عافية وأتمنى يكون الدرس بسيط وسهل وتستفيدوا منه شكرا ونبدأ درسنا العرض بسم الله أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى هنبدأ نتكلمه في البداية على السؤال المذيل إحنا اتفقنا إن السؤال المذيل بيتكون من سؤال كصير في نهاية الجملة بتكون من إيه بالتحديد؟ بتكون من حاجتين يا شباب بتكون من فعل مساعد والحاجة التانية اللي بتكون منها هي ضمير فاعل خلينا نبدأ بضمير الفاعل لإن كلنا عارفينه إيه ضمير الفاعل اللي احنا عارفينها؟ اللي هي الهي والشي والإت والوي والذي واليو والآل يبقى رقم اتنين بيكون ضمير فاعل أمان إيه رقم واحد ورقم واحد اللي هي الأفعال المساعدة أو الهيلبينغ فربس الهيلبينغ فربس هي مجموعات أربع مجموعات أساسية مجموعة فرب ب اللي هما بيكونوا من ولازم تحفظوهم أم وإز وار واز وير مجموعة فرب دو 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 مجموعة فرب هاو 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 وأخيرا المودلز المودلز اللي هي الأفعال اللاقص الأفعال اللاقصة زي can can could will would shall should may might must تمام ايه قصة الأفعال المساعدة هو بيقول لك مش أنا قلت لكم في البداية إن هو سؤال قصير يأتي في نهاية الجملة وبتكون من حاجتين طيب الحاجة الأولانية احنا عرفنا دلوقتي إنه هو بيكون الفعل المساعد الحاجة التانية بيكون ضمير الفعل أعطني مثال أنا أفهم أسرع حاضر لم أقول لك he is a teacher هو معلم هيجي لك فصلة كده وعلى ماستفعال المطلوب هنا إنك تعمل tag question تعمل سؤال مذيل الإجابة أبسط مما نتخيل he هو الفعل والis هو الفعل المساعدة يبقى نقول الis هتروح isn't والhe هتروح هنا هي يبقى isn't هي طب ليه الis راحة isn't وده الجزء اللي حنا نفهمها دلوقتي في التكوين إن إذا كانت الجملة مثبتة إذا كانت الجملة مثبتة زي is التاج question يكون منفي يعني لو كان هنا بقى isn't لو كانت الجملة منفية يبقى التاج question هيكون مثبت يعني العكس يعني أنا لو let is أكتبها isn't لو let are أكتبها aren't لو let was أكتبها wasn't let were أكتبها weren't طب العكس طب لو let isn't أكتب is let aren't أكتب are نفس الكلام مع do does did has have had وكان could will would والبقية كالتالي طيب يبقى احنا جدا فهمنا التكوين طيب ايه هو الاستخدام بنستخدمه ليه التاج question بيستخدم لتأكيد المعلومة أو للموافقة أو بتحقق من الشيء يعني ايه يعني أنا بقول he is a teacher هو معلم صح ايه اللي أنا قلته بعد جدا isn't he isn't he أي تاج question أي سؤال الموذيل هيبقى معنا أليس كذلك فأنا بتأكد هو معلم صح كلا أو لا أليس كذلك he is a doctor isn't he she isn't a nurse is she she isn't هي مش هي مش ممرضة صح أو لا أليس كذلك فأنت بتستخدم التاج question علشان تتأكد هل المعلومة صحيحة أو لا تمام يبقى بالنسبة لاستخدام عرفنا ودايما التاج question بيبقى معنا إيه أليس كذلك هنبدأ دلوقتي مع بعض التدريبات ونمسك الحالات من أبسط حالة في السؤال المذيل إلى أكثر الحالات تعقيدا ونحلها بسهولة في الحالات الخاصة إن شاء الله فهنمشي مع بعض بتأني براوية وزي ما قلت لك جاوب معايا في التعليقات وقف الفيديو أنت هتلاقي الأمثلة بشكل منظم خطوة خطوة هنتعلم إزاي حصلت الحركة دي طب ليه غيرناه هنا وافتكر في التكوين أنت الأول بتستخدم فعل مساعد وبعدها ضمير فاعل وضمير الفاعل هي وي شي ذي ات يو اي أو هي شي ات وي ذي يو تمام والأفعال المساعدة قدامك يردت أحفظهم وافتكر إذا كانت الجملة مثبتة فيبقى السؤال المذيل منفي إذا كانت الجملة منفية يبقى السؤال المذيل مثبت يبقى دي القعدتين الأساسيتين اللي عندنا خليونا نشوف الحالات البسيطة والحالات الخاصة في السؤال المذيل ونقدر نحللها مع بعض زي تابعونا زي ما احنا شايفين في الأمثلة اللي قدامنا شباب من 1 لرقم 10 الجزء اللي فوق كل الجملة اللي فيه مثبتة والجزء اللي تحت من الجملة رقم 6 كل الجملة اللي فيه منفية وإحنا اتفقنا في الشرح سابق إذا كانت الجملة مثبتة يبقى السؤال لازم يكون منفي خلينا نشوف they are smart students they are smart students نقلب ولكن أستاذ are مثبتة تروح aren't they aren't they they are smart students هما طلاب أسكية أليس كذلك aren't they تمام طبعا دي فصلة she is a beautiful girl she is a beautiful girl isn't she يلا شباب وقف الفيديو جاوبة بيت الامثال أنا جاوبة على طول أك he was a brave soldier هو جندي شجاع wasn't he wasn't wasn't he we can study daily can't we can't we it will jump over the fire won't it won't it إذا أستاذ أنت جبت won't دي من هوا يا شباب إحنا عندنا will لما نضيف لها الناط إما تكتب ها بالشكل ده أو تكتب ها مختصرة won't أستاذ كلمة دي مش كلمة won't معناها يريد لا يا شباب كلمة won't اللي ياب معناه يريد W A N T دي يريد وده فعل ملناش ضع به وهي نفس النطق فعلا مع كلمة won't اللي هي لن اللي هي will not فانفرق ما بين الاتنين وتخلي باركو فدي مش عايزنا طبعا إحنا إجابتنا هي دي طيب أستاذ إحنا كده خلصنا الجمل المثبتة وحاولنا الجمل المنفية في السؤال المذيل طب نحل مع بعض التانية جمل المنفية فأكيد السؤال المذيل هيكون مثبت الله ينور عليكم they aren't شوف النفي موجود فيه ها they aren't هنشيل النفي يبقى are they طب أستاذ والسؤال لما يكون السؤال مذيل لما يكون المثبت برضو هيبقى معناها أليس كذلك بالزبط كده they aren't smart إنهم مش طلاب شطار أليس كذلك she isn't أنا مبسوط منكم من الإجابات المكتوبة تحت في التعليقات يعطيكم ألف عافية وشكر لتفاعلكم تفاعلك مع الدرس هو ليثبت المعلوم عندك أكتر وتبقى ما تنساش أبدا القاطة دي she isn't a beautiful girl يبقى is she لقى بنئيزي مصر عشان هنا عندي نفي أو دي مثبت يبقى is والشي تروح زي ما هي لأنه ضمير he wasn't a brave soldier was he we can't can we it won't طبعا نحن عارفين أن won't أصلا كان will not يعني مكتوب it will not jump over the fire يبقى will it وبكده يا شباب يبقى حلينا أبسط أمثلة ونماذج القاعدة مبنية عليها قاعدة التاج question السؤال المدعي خلونا نشوف أمثلة أكتر هيحصل في بعض التغيرات عايزك تركز فيها وزي ما قلتلك وقف الفيديو وحاول تجاوب وبعد ما تجاوب اسمع الشرح هتشوف أنت فعلا فاهم القاعدة زي ما أنت كنت دارسها قبل كده ولا في معلومة يتم إضافتها عليه جديدة يا ريد تلتزموا باللي بقالكم عليه ويأتوكم ألف عافية وننتقل الجزئية التالية زي ما احنا شايفين أحمد إز باسكتبولر لو هنجاوب على اللي احنا اشتغلنا قبل كده أحمد إز الجملة ديات مثبتة يا أستاذ وعندين هنا العلامة بتاعة الفصلة وعلامة استفاهم يبقى هو هين عايز تاج مصبوط شاطر إز مفبتة تروح إز الله ينور عليك بسم الله ما شاء الله عليك أحمد يبقى نكتب أحمد غلط ليه يا أستاذ هو أحمد في الأول ما أنت كنت هي تودية هي شي تودية شي إت تروح إت ذي تروح ذي ويت كانت تروح وي صح انت كلامك صح ولكن لو انت فاكر في بداية الدرس خالص لما قلنا التكوين قلنا ان التاج بيتكون من حكتين بيتكون من فعل مساعد والحاجة التانية كانت ضمير فاعل وما ينفعش أكتب الفاعل نفسه آه يعني أحمد غلط بالضبط كده أما أنا أعمل إيه قال لي شوف أحمد ولد يبقى تعوض عنه بمين أعوض عنه به يعني المفرد المذكر أكتب أدله هي بالضبط كده العاقل طب لو هو مفرد مؤنث عاقل أكتب أدله شي طب لو كان غير عاقل مفرد أكتب أدله إت طب لو كان جامع سواء مذكر أو مؤنث عاقل أو غير عاقل أي جامع تكتب أدله ذي إحنا كده فهمنا يعني من فاشة أكتب اسم أحمد ولكن تبقى الإجابة إزنت هي إزنت هي يبقى أحمد خطأ والتصحيح إزنت هي طب خلونا كده نمسح الخطأ اللي كتبنا ولا نسيبه خلينا نسيبه عشان يبقى قدام عينيه طيب سارة واز أتيتشر سهلة أستاذ هعرف وقف الفيديو والله اكتبوا الإجابة تحت واز أنا هجاوب طبعا على طول واز هتصبح وزنت مثبت يروح نفي سارة بنت مفرد مؤنث عاقل تبقى شي الله ينور عليكم يا شباب إجابتكم صح كويت is a modern country أوكي is هتصبح isn't مش مختلفين على دي كويت غرعاك المفرد غرعاك المفرد يبقى it يبقى isn't it عليس كذلك the cars are new and fast السيارات جديدة وسريعة حلو the cars على بعضها يا شباب are آه the are هتصبح aren't with the cars ده جمع يا أستاذ تاخد they يبقى aren't they aren't they ممتاز طب نروح للجزئية اللي بعده a man works in a hospital إذا أستاذ ده ما فيش فعل مساعد يعني كل الجمل اللي فاتت كان في is كان في was كان في can كان في will من الأفعال المساعدة اللي انت قلت لنا عليه في أول في التكوين وقلت لنا حفظه لهم مجموعة be ومجموعة do ومجموعة have والموديلز صح لو تلاحظوا الجمل خمستاشر وستاشر وسبعتاشر ما فيش فعل مساعد في الجملة طب احنا نعمل ايه هنا يعني a man works in a hospital a man worked in a hospital my friends play football in the club لو تلاحظوا الأفعال دي عندك فعل work في آخره is صح وعندك فعل work في آخر ed تابع الماضي صح ماضي وعندك فعل play جاي عادي في التصريف الأول من غير أي حاجة يعني الأولاني في is والتاني ماضي في ed والتالت جاي من غير أي حاجة قالك لما تجي تعمل tag question وما فيش عندك فعل مساعد في الجملة انت تجيب لك واحد يعني اجيب منين يعني اجيب ايه قالك مع اللي في اس ده had doesn't تكتب مين doesn't طب واللي في ed ده ماضي اكتب didn't طب واللي من غير حاجة هتكتب don't جرب كده وقف الفيديو واكتب إجابتك أو خلينا وريك الأولانية الأول قبل ما تكتب الإجابة أيمن works in a hospital works مثبتة فبالتالت روح منفية من فاش حط does ولكن هكتب doesn't does not طب أيمن اتفقنا في اللي فوق ما ينفعش اكتب اسم ايمن ولكن اقدر اعوض عن ايمن به يبقى doesn't he doesn't he طب اللي بعدها ايمن worked بقيت سهلة عندك worked ماضي يبقى اجيب مين doesn't ولا didn't ولا don't الله ينور عليك اكتب تحت رقم 16 إجابتها يلا ورقم 17 بعدها كمان ايمن worked يبقى نكتب didn't لان هي ماضي يا مصر didn't وايمن ولد مفرد he رقم 17 my friends play football in the club play سهلة جدا تبع فاشي حاجة ده الفعلا جاي ما هيش plays لو كان plays كان زمانا جبنا doesn't ولو كانت played كان زمانا جبنا didn't ولكن هنا play عادية فهنكتب don't جميل امال my friends دي هنعوض عنه باي يا مصر انت مش قلت لنا للجامع بنعوض عنه باي صح يا شباب الله ينور عليكم يبقى don't they يبقى انت كده لو جات لك جملة فيها اسماء اشخاص هتعرف تعوض عنهم بالضمائر دلوقتي بسهولة ولو جات لك جملة ما فيهاش فعل مساعد اشوف الفعل اللي موجود عندي فيه اس ولا من غير اس ولا هو فعل ماضي لقيت فيه اس يبقى ال tag question ال helping verb اللي فيه الفعل المساعد هيبقى doesn't لقيته من غير الاس هيبقى don't لقيته ماضي هكتب didn't بسيط نشوف امثلة بقى في التدريبات او الحالات الخاصة فيه السؤال المدير انت كده اخدت كل الاساسيات الحاجات البسيطة فيك فيه شوية بات ريكس صغيرة كده مع القاعدة كل القاعدة لا حالاتها الخاصة خلينا نتعرف عليها وان شاء الله هتحفظها وزي ما قلت لك وقف الفيديو اكتب اجابتك اللي انت تعرفها وبعد الشرح يا طرح اجابتي صح والغلط ده هيساعدك كتير 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 انك ما تنساش القاعدة ان شاء الله اسمع كلامي ونفزها ممكن بعد الفيديو تكتب كل الامثال دي قدامك في ورقة وتحاول تحلها تاني وتراجع الفيديو وتشوف وربنا يوفاكم جميعا شكرا انكم بتسمعوا الكلام ويغطوكم ألف عافية وخلينا ننتقل الجزئية التالية بالنسبة الرقم 18 و19 و20 الصفحة اللي قدامك ده كلها تلاحظ كده في 18 و19 تلاقي فيه تشابه فيه كلمة هاز مرتين يعني السامي has got a new book سامي has a new book طيب اللي فوق سهلة جدا ليه سامي has got الهاز هتروح hasn't كلام طيب طيب وسامي عرفنا مستر دي هي ما فيش مشكلة ها سامي has a new book يوم احتطلب على طول يغلط ويوم رح كاتب ايه hasn't هي اقول له للأسف اجابتك دي خطأ ليه مستر لان هنا الهاز فعل أساسي ما هيش فعل مساعد زي هنا لما كان عندنا فعل مساعد حولنا مباشرة للنفي بتاعه ما فيش مشكلة لان التاج question بتكون من فعل مساعد وضمير فاعل ففعل مساعد عندي جاهز جبته hasn't ولكن الجملة التانية سامي has a new book سامي يمتلك او لديه كتاب فده فعل أساسي والعفعال الأساسية تتعامل زي ما كنا بنقول الفعل في اس او من غير اس او ماضي يعني هاز هنا تبقى إجابتها doesn't وسامي هي فهمته كده شباب يبقى doesn't هي عرفنا جات ازاي وفهمنا لو جاب لنا سامي هاز من غير ما يجيب فعل بعده يبقى تعامله كفعل أساسي ولكن لو جاب بعده has got او جاب بعده اي حاجة تانية تعامله عادي في نقطة برضه لازم تنتبه ليه ممكن يجيب لك الhas دي مختصرة يقول لك سامي اباسترو في اس يبقى بالشكل ده سامي سامي جات الطلبة تفتكر ان الاباسترو في اس اللي هي الاز غلط الاباسترو في اس طالما جاي هنا بعدها verb يبقى هي هاز يبقى هي هاز خلي بالكم جاي بعدها اسم أو صفة تبقى هي الاز تمام او طبعا في الحالة التانية سامي يبقى لو جاي بعدها حاجة للملكية يبقى يمتلك طب شوف الجزيل بعدها برضه خلي بالك الهاف ممكن يتم اختصرة ما يتلعبش علينا في اي والهاد ممكن برضه يتم اختصرة اباسترو في دي وهنحكي برضه في الاخر عندنا حالة خاصة مع الاباسترو في دي ولكن انا سيبقى الاخر حاجة ان شاء الله شو متلخبط ناش طيب خلينا كده نشوف اللي بعدها احنا فهمنا الفكرة دلوقتي هاز جات وهاز اكيد هاف جوت وهاف نفس الفكرة هاد جوت وهاد نفس الفكرة هاف جوت هنا هي دي الفعل الاساسي لا يا استاذ ده هنا جاي فعل مساعد شو بطار يا ولاد هاف جوت الهاف هنا جاي كفعل مساعد مثبتة تروح منفية يبقى هافنت واذ دي هتنزل زي ما هي يبقى هافنت دي طيب دي هاف آن آيباد دي هاف الهاف هنا دي فعل اساسي ليه لان هي معناه يملك او يمتلك وما فيش جاي بعدها حاجة جاي بعدها اسم صح يبقى نجيب من عندنا دو دونت او دازنت او ديدنت لو كان في اس زي هاز كان زمانا نجيبنا دازنت ولو كانت هي ماضي زي هاد الامثال اللي بعدها كان زمانا نجيبنا ديدنت ولكن هاف عادية فهنجيب دونت دي دونت دي جميل هي كانت تمتلك حقيبة قديمة جميل she had got الهاد هنا فعل مساعد يبقى hadn't ما عندناش اي مشكلة في الموضوع ده hadn't she عليس كذلك ولكن هنا الهاد جاي فعل اساسي وفعله ماضي يبقى هنجيب من عندنا سنين الفصلة يبقى هنا didn't she عليس كذلك اتمنى تكونوا فهمتوا الجزء الخاص به has و have و had لو جملة واحدهم في الجملة شون ما تطلق بطوش ولكن لو جاءت has got have got had got يبقى انت في قعدتك الاساسية ما فيش اي مشاكل خلينا نتعرف على حالات اكتر خاصة بالسؤال المذيل نلاحظ في الامثلة رقم 24 و 25 الجملة غريبة قوي شوف البداية open the door don't open the door الجملة دي الجملة دي يا شباب هي جملة امرية جملة امرية عرفنا منين يا أستاذ انها جملة امرية احنا عارفين ان الجملة الامرية دائما تبدأ بفعل مصدر open the door close the door study hard visit your uncle take your medicine كل دي جملة امرية اذا جات لك الجملة امرية مثبتة زي open the door او جات لك منفية زي نفس ما قدامك don't open the door وممكن يجيلك بدل don't كلمة never وممكن يقولك open the door وممكن يقولك always مثلا always take your medicine فممكن برضو هنا وقت يجي كلمة always الاربع حالات دمت خاصين بالفعل المصدر او خاصين بالجملة الامرية في البداية واجابتك سهلة جدا ومو بتتغيرش open the door will you بس كده ايوة طب don't open the door برضو will you مش هتبقى won't يا سيز لا will you اجابة تانية ممكن تنفع open the door won't you don't open the door برضو won't you من فهم الصح يا سيز الاتنين صح يا شباب زي ما قلنا دي حالات خاصة open the door will you open the door won't you دي صح ودي صح طب في الاختيارات لو جت مش هيجيب لك الاتنين بها بعض لان الاتنين صح طيب don't open the door برضو will you won't you طب نشوف الجزء اللي بعدها let's go to the beach هيا نذهب الى الشاطئ اول ما تشوف كلمة let's اول ما تشوف كلمة let's go يبقى على طول اجابتك shall we لانه هنا اقتراح shall we let's go to the beach shall we وخلي بالك واعطو عففخ لو كتب let let us let us يبقى انت تابع الجملة الامري فبالتالي يتبقى اجابتك زي اخواتها will you ولكن لو مكتوبا let's اللي هي بمعنى هي لان let us يسمح لنا او يسمح لنا ولكن let's هي ده اللي هنا الخاص بالاقتراح ففيه فرق let's go shall we let's go shall we طيب الجزء ايه اللي بعدها i am i am late انا متأخر aren't rocks احنا عارفين ان كلمة there ممكن بيجي بعدها is او are مش عشان هي نفسها اداة مفردة او جامعة علشان اللي بعدها مثلا there is a boy there are boys ونفس الكلام there was a boy there were boys فكلمة there هي كلمة دلالية على تقريبا الاماكن وتستخدمها كان الفاعل وتعتبر من الضمائر فبالتالي مش هتغيرها لاي حاجة there is there is is مثبتة فتروح isn't وتكتب there يعني مش هتتغير يعني ايوة يبقى there weren't ايدي در من فيا يبقى تروح مثبت where there where there يبقى في الجزء القدامك انت تعرفت على 4 حالات خاصة جديدة الجملة الامرية tag question لها will you or want to كلمة let's التاج question لها دائما shall we I am التاج question لها aren't I وتعرفنا في الحالة الاخيرة ان there لا تحول وتبقى كما هي there is يبقى isn't there طب لو كان مكتوب there was يبقى wasn't there طب لو كان there wasn't يبقى was there ما فيش مشكلة there are يبقى aren't there there were weren't there مكتوب قدامنا there weren't منفية يبقى where there خلينا اتمنى ان تكونوا انتوا بتجاوبوا معايا ولو كانت اجابكم خطأة اتمنى تكونوا عرفتوا دلوقتي الاجابات الصح يعطوكم عرفة عافية ونكمل مع الحالات الاخرى او باقي الحالات الخاصة مع التاج question الحالتين اللي هما في الاول رقم 30 31 احلم فيهم ان لو لقيت this او that عوض عنهم ب it طيب these with those عوض عنهم ب they بس احنا كده فهمنا سهل خاص انا عندي هنا ال is وعندي هنا ال are سهل ال is ها تروح this is your house that is your house ال is مثبتة هتروح منفية ال it طب ليه جبنا ل it لاني this او ذات بتحول الى ات طيب هؤلاء رجال شجعان هؤلاء رجال شجعان الار مثبتة تروح منفية يبقى aren't these او those تروح كلمة ذي تتحول ضمير الفاعل ذي سهلة خلصي مستر الحلوة دي الحمد لله فيش مشاكل طيب نروح لي رقم 32 he never comes he وعند comes اه استاذ انت كنت قيل لنا قبل كده ان الافعال اللي فيها الاس كنا بنجيب لها doesn't بسم الله مشا الله عليكم يعطوك ما الفعافي شباب شطار يبقى الاجابة هنا doesn't he اه فيه غلط ايه الغلط يا استاذ ما خدناش بالنا ان فيه عندنا كلمة never اه كلمة never ما لها كلمة never دي كلمة never يا شباب من الكلمات اللي لها دلالة للنفي صح عندك كلمة never عندك كلمة rarely عندك كلمة seldom sorry مسحة تاني عندك كلمة seldom عندك no الكلمات دي لو جات في الجملة وطلب منك tag question او question tag سؤال مذيل لو الاجابة عندك من فيه خليها مثبت ولو هي مثبتة هتودعها من فيه ده اللي حكون نعرفينه قال لي لا يعني انت هنا عندك كلمة comes مثبت المفروض تروح من فيه قالك لا هتودعها من فيه ليه لان هي الجملة اساسا من فيه يعني توديها مثبتة ازاي he never comes late المفروض كانت الاجابة بتاعتنا doesn't he صح ولكن بسبب وجود never ولان never من فيه فمش هنودي نفي هنودي اثبات فتبقى الاجابة الصحيحة does he اوه يعني عشان never موجودة اخلي tag question مذبت بالظبط كده يعني never خلت الجملة من فيه فبالتالي التاج question بتاعي هيكون مذبت نفس الكلام في الجملة اللي بعدها شوف المثال اللي بعده there is no reason اغلب الطلبة اهو عنده there و is واحنا عرفنا دي ال is هتبقى isn't وال there مرتبتتغيرش ولكن انا عندي no خلت الجملة من فيه مم فبالتالي يا شباب طالما انا عندي نفي والجملة كده بقت من فيه يبقى tag question لان انا هجاوبه المفروض يكون مذبت يبقى ال is هتفضل زي ما هي يبقى is there is there there is no reason for leaving لا يوجد سبب او داعي للرحيل is there لايسا جذلك لماذا كتبش isn't لان عندي no هنا اداة نفي يبقى never no rarely seldom وحينا little بس ما توقعش انها ممكن تجيلكم او تقابلكم لو قابلكم الكلمات دي في الجمل يبقى الجملة من فيه فبالتالي السؤال المذيل هيكون مثبت اوعوا تقعوا في الجزئية دي خلي بالكم طيب الجزئية اللي بعدها جميلة برده اول حاجة اقولها لك ان لو لقيت اي حد من عائلة one او body يعني everyone everybody no one nobody someone somebody مباشرة لما تجي تعوض عنهم اوعى تعوض عنهم بضمير فعل هي او شي او ات او الكلام ده كل الحبايب دول بنعوض عنهم بthey جامع وهنا بيحصل الاختلاف مع الطلبة ليه لان كل الدمائر دي اولاد او كل الكلمات دي تعامل معاملة المفرد زي ما انت شايف everyone ليه معناها الجميع صح جايب بعدها is طب طب هو فين الاختلاف يعني احنا نقع في ايه استاذ طالما احنا عارفنا ان everyone هتبقى v انا هقول لك حاضر شوف كده انت لو جيت جاوب هتقول is هتروح isn't صح مثبت راح من في everyone they طب شوف كده هو they بيجي معها is لا اغلط اما اللي يجي معها are فهتصبح aren't they everyone is طب ليه جبت are لاني they مش هين فعلا تتماشي مع ال is يبقى everyone is having fun at the party aren't they aren't they طب لو كانت everyone isn't having يبقى are they اتمنى اكونوا فيهم توقوز ايدي طيب اللي بعدها سهل everybody has done the homework everybody has done the homework الجميع حل الواجب او انجز الواجب او وقام به سهل اوي 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 everybody هتبقى they طب الhas لا نخلي بالنا يا استاذ هي مش هتبقى hasn't ليه لان they ما بتاخدش has اما اللي they بتاخد مين they بتاخد have فالhas هتروح هناك haven't they واتمنى دلوقتي انتوا تكونوا فيهمتوا هي جات ازاي ان everybody راحت هناك جامع they الhas المفروض تروح hasn't ولكن يا استاذ الhas ما بتجيش مع they اما المين اللي بيجي مع they الhas يبقى نحاولها من hasn't الى haven't they جميع take care خلي بالكم في النقطة الجادية no one knows you اه مفروض هنا يور يا شباب معذرة no one knows your secret اوكي no one knows your secret اوكي احنا اتفعنا انه no one nobody everyone everybody someone somebody كلهم بيروحوا they مش معترضين اهو كتبناه في الاول اهو عشان ما نطلق بطش حاضر يا استاذ ما فيش مشكلة no one راحت they اوكي احنا عندنا no's فعل في اس سهلا يا استاذ هنكتب doesn't كلامك صح السفاك اللي ما قلت لك خلي بالك لو ليت no ايه ده يا استاذ ايه حتى no اللي في no one ايوة ما هي no one معناها لا احد هي منفية خليت الجملة منفية ذاتة طابع منفي فno one knows هتبقى does they ما ينفعش يا استاذ ليه يا ولاد لان الداز بتيجي مع المفرد اما المال اللي جاب الصح ايه هتبقى do they no one knows your secret يبقى do they الاول عرفنا ان no one اتحولت لthey المفروض عندنا نوز تبقى doesn't وقلنا حتى doesn't ما ننفعش مع they هنجيب don't بس انتبهنا ان no منفية فطالما عندنا الجملة منفية يبقى لازم السؤال يكون مثبت صح ده القعدة الاساسية فشفت التحولات اللي حصلت فمن doesn't تحولت لdon't عشان تبقى ذي ومن don't رجعت لdo علشان الجملة طلعت منفية بسبب كلمة no ايضا nobody هنا الجملة دي منفية فخلي بالك السؤال بتاعك هيكون مثبت سهلة اوي nobody ها nobody هتروح ذي الاس يا شباب ها يارب تكتبوا اجابتكم تحت قبل ما انا جاوب يا ترى isn't ولا is ولا aren't ولا are استاذ انت بتقول اللي جابة مثبتة هتبقى حاجة من اتنين لا is لا are شاطر لان الجملة طلعت منفية بسبب nobody الاس هتروح are they ليه لان الاس ما بتاخدش is الاس تتماشى وتتوافق مع الاس صح كده يبقى nobody is here are they are there they ويتبقى لنا حالات خاصة الصفحة الاخيرة اتمنى حد الوقت انتوا فاهمينها جزئية جزئية بتقدر تراجع الفيديو مرة واثنين وثلاثة وانا بشرح ليك كل جزئية وليه بنحولها للشكل ده وبتعمل ان انا سيب الاخطاء قدامك عشان تبقى فاهم برضو الصح ليه اتمنى فعلا تكونوا استفادتم من الفيديو بالنسبة لاخر جزئية قدامنا هي خاصة بالابوستروفي دي احنا شفناها قبل كده في جزء خاص به هاد ان الهاد تختصر ابوستروفي دي ولكن هنا عندي الابوستروفي دي مختلفة لو ليت ابوستروفي دي جاي بعدها like to he'd like to يبادي ود ولوليت you'd rather work يبادي برضو ود طب لو لين would better يبادي هاد تمام he'd rather study abroad سهلة جدا انت الهاد تعرفت ابوستروفي دي هي ود هتروح wouldn't he you'd rather work hard wouldn't you would better leave now hadn't we لانهما كلهم افعال مصال بكده نكون ختمنا اخر حالة من الحالات الخاصة في قعدة التاج question اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة اعطوكم شكرا لوجودكم لو كنت وصلت الاخر حتى هنا اكتب خلصنا الدرس على اتمنى على اتمنى خلال قوائم التشغيل اللي موجودة في وصف الفيديو تحت. واي مستجدات اي شيء تابعنا على قناة التليجرام. ابحث على التليجرام على يوتيوب او على انستجرام بيكون فيه جديد خاصة لو فيه كورسات اونلاين او اي شيء تقدروا تتابعونا عليها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.